واصلت لليوم الثاني فعاليات المؤتمر العلمي الثاني المقاصد الشرعية بين الإعمال والإهمال في الدراسات الحديثة والمعاصرة والذي ينظمه القسم العلمي بالتعاون مع قسم الثقافة والإعلام في هيئة علماء المسلمين وتضمنت الجلسات العلمية محور الجهود الحديثة والمعاصرة في خدمة المقاصد إذ تناول فضيلة الشيخ الدكتور مثنى حارث الضاري الأمين العام للهيئة بحثا بعنوان تحقيق موقف نجم الدين الطوفي من رعاية المصلحة والمقاصد في الدراسات الحديثة والمعاصرة اشتهر الطوفي أكثر من أي شيء آخر بموقفه من العلاقة بين النص والمصلحة عند التعارض حيث ذاع عنه تقديم المصلحة على النص هكذا تقديما مطلقا كما يفهم من كلام الشيخ الكوتري وقد ورد هذا في شرحه لحديث لا ضرر ولا ضرار في أثناء شرحه لحديث الأربعين النووية في كتابه التعيين شرح الأربعين هذا هو الكتاب وطبع بعد ثمانين سنة من إفراد الرسالة رسالة الطوفي رعاية المصلحة بينما تحدث الشيخ هشام البدراني في بحثه عن التحريف الحداثوي لمنهج النظر في المقاصد الشرعية حين نقول منهج النظر في المقاصد الشرعية هناك تقرير أن هناك منهجا أصوليا لبحث المقاصد الشرعية وليس بالأمر الجديد أو الحادث في هذا الباب وإنما المقاصد الشرعية هناك منهج أصيل هذا المنهج منذ عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزول الوحي بالقرآن وبيان الوحي بالسنة وفي كلمة لفضيلة العلامة الشيخ الدكتور عبد الملك السعدي أثناء جلسات المؤتمر العلمي أشار إلى ضرورات المقاصد في الحياة اليومية وأن للمقاصد تأثيرات في التشريع الإسلامي المقاصد لها تأثير في التشريع الإسلامي ولذلك نجد القرآن الكريم في كثير من تشريعاته يذكر حروف التعليم إن في ذلك العبرة لعلكم 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 كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم إذن هذه العلة نعم تؤدي إلى المقصد من تشريع الحكم ولكن المستفيد من المقصد هو البشر والخلق وأكد المشاركون في مؤتمرهم العلمي الثاني على أصول الشريعة الغراء وإظهار جهود العلماء واستنباطاتهم الفكرية والفقهية كما طرحت في المؤتمر توصيات عدة وقد استخلصت اللجنة العلمية والتنظيمية للمؤتمر من ثنايا البحوث المقدمة والمداخلات المشاركة جملة من التوصيات نلخصها في الآتي رصد الحاجة الماسة لدراسة أو دراسات معمقة لمجموع الإنتاج المعني بالمقاصد في العراق الدعوة إلى الاهتمام بالدراسات المقاصدية في مجال الفنون والحضارة الإسلامية تعزيز وتقوية المراكز والمؤسسات البحثية التي تعنى بالنظر المقاصدي نوص المشتغلين بالمقاصد مراعاة اللغة العربية وعلومها نحوا وصرفا وبلاغة ودلالة وأصلا معجميا وهو شرط لازم في البحث المقاصدي وفي ختام المؤتمر سلم الشيخ الدكتور مثنى حارث الضاري الأمين العام لهيئة علماء المسلمين الدروع التذكارية على الباحثين والمشاركين في المؤتمر على أمل المشاركة في مؤتمرات مقبلة وبحوث عديدة ومتجددة